بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين على الإنسان أن يستدرك ما فات من عمره إن كان قد قصر في طاعة أو في عبادة وإذا أراد الإنسان أن يعوض ما فات من عمره فقد ذكر أهل الله أنه عليه أن يشغل نفسه بالأذكار الجامعة ما هي الأذكار الجامعة؟ هي الجامعة لكل خير وهذا قد جاء في حديث جويرية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ثم جاءها بعد فترة في وقت الظهيرة يعني حوالي خمس ساعات أو أكثر وقد جلست في ذكر الله في هذه الفترة فقال لها لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن أي لرجحت عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها من بعد صلاة الصبح أي الفجر إلى وقت الظهيرة كما نقول لكم خمس ساعات أو أكثر وهو يقول لها لقد قلت بعدك أربع كلمات سلاس مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن أي رجحت عليهن ما هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته هذه هي الأذكار الجامعة وقد أوصى العلماء بذلك أن الإنسان عليه أن يذكر الله بالأذكار الجامعة إن كان قد قصر في عمره في طاعة أو في عباده عندما يقول الإنسان سبحان الله وبحمده عدد خلقه هل نستطيع أن نحصي عدد الخلق؟ فأنت تأخذ حسنات بعدد الخلق سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه أي كما يرضى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده زينة عرشه هذا العرش لوزن كم يكون وزنه؟ فأنت تقول سبحان الله وبحمده زينة عرشه وقد قالوا ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه حلقة في صحراء يعني حجم السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه حلقة في صحراء فالكرسي أكبر وسع كرسيه السماوات والأرض وما حجم الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه أي في صحراء فالعرش أكبر من الكرسي وأنت تقول سبحان الله وبحمده زينة عرشه ثم تقول في النهاية سبحان الله وبحمده مداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فإذا أراد الإنسان أن يستدرك ما فات من عمره ذكر الله بالأزكار الجامعة سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته وعندنا أيضا ما يسمى بسيد الاستغفار صيغ الاستغفار كثيرا لكن هناك صيغة على وجه التحديد تسمى بسيد الاستغفار إذا أردت أن تتوب إلى الله وأن تعود إليه فاستغفر ربك بهذه الصيغة ما هذه الصيغة؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعترف بعبوديتي وأنت الرب سبحانك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بزنبي أعترف بزنبي وبتقصيري وبخطأي فاغفر لي زنوبي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا الزنوب والسيئات وتولى أمرنا فإنا لا نحسن التدبير واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة